هذه لعنة الحرب وهذه نتائجها قرابة مليوني إنسان في نينوى يعيشون تحت خط الفقر بعدما وصلت النسبة إلى أربعين بالمئة فمن سيصلح حال الناس إذا غاب المصلحون يجوب هذا الرجل شوارع الموصل كل يوم بحثا عن قوت يومه وهائم على وجهه لا يعلم كيف يدبر الأمر فترك أمره على مدبر الأمور وما بين قوت عائلته وإيجار منزله وغيره من الأمور تقطعت به سبل الحيلة كانت نسبة الفقر في نينوى قرابة 25% قبل عام 2014 وارتفعت إلى قرابة 40% بعد انتهاء الحرب ومديرية إحصاء نينوى تقول أن ما هو قادم سيكون أسوأ مما نعيشه اليوم فيما يخص محافظة نينوى ونسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر كانت قبل احتلال المحافظة من عصابات داعش حدود 23% من السكان ارتفعت إلى ما يقرب من 38% هذا يعني أن هناك حدود مليون وثمانمائة ألف مواطن يعيشون تحت خط الفقر هذا الرقم مرشح للزيادة مع ارتفاع قيمة الصرف وارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية سياسة البلاد المالية ألقت بظلالها على كاهل الشعب سرقت الأموال وهدرت على مر السنين ليدفع الفقراء الثمن وبعدما تخمت جيوب الفاسدين جاعت بطون الناس وكل جوع قد حصل على مر التاريخ كان له من تبعات لا تحمد عقباها والله الوضع تعبان يعني أشوف حتى ركود بالبيع بالشراء ارتفاع سعر الدولار أثر على كل شيء يعني على المعاملات التجارية كان مستوى دخل الفرد للعيش لا يقل عن مئة ألف دينار واليوم أصبح أكثر من ذلك فكيف ستكون الحياة ومن سينقذ العبادة والبلاد مما يعيشونه اليوم في وقت قل فيه المنقذون من الموصل محمود الجماس قناة التغيير اشتركوا في القناة